يوصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية حيث قامت مؤسسة رعي مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف بتوزيع ملبس العيد على الأطفال من الأسر الأكثر احتياجاً في إطار مبادرة فرح ألبي وذلك في إطار خدمة الأسر الأكثر احتياجاً بجميع أنحاء الجمهورية مع اقتراب عيد الفطر المبارك يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية حيث قامت مؤسسة رعي مصر للتنمية أحد أعضاء التحالف بتوزيع ملبس العيد على الأطفال من الأسر الأكثر احتياجاً وفي إطار مبادرة فرح ألبي التنسيق اللي تم عن طريق التحالف ده خلنا نصقنا العمل خلى المجتمع يشعر بالمجتمع المدني بشكل أحسن خلى الفئات المستهدفة نعرف نوصل لها بشكل ممنهج أكتر بقى في قواعد بيانات مشتركة بيننا وبين بعض فبنقدر نعرف مين بياخد الخدمة منين طبعاً اللي بتعمل في التحالف هو مجهود ضخم النهاردة احنا بنعمل معرض كأن الطفل داخل يشتري فيختار اللي هو عايزه بالألوان اللي هو عايزها كل الطفل عندنا هياخد الطقم كاملاً داخل خارجي وداخلي إذن هياخد لبس تشارت أو بلوزة للبنات بنطلون شراب شوز هياخد لعبة هياخد حاجة حلوة هياخد طقم داخلي فيكون واخد لبس الطقم كله جاي عايد النهاردة أعضاء التحالف قاموا بتوزيع الملابس والمساعدات على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بعد فحص احتياجاتها من خلال المتطوعين وذلك تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية احنا طول الوقت في تعاون مستمر قائم ما بين مؤسسة راعي مصر وما بين التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي لأن مؤسسة راعي مصر هي واحدة من ضمن مؤسسات التحالف الوطني أو تحت مظلة التحالف الوطني تقريباً في كل مناسبات احنا بيكون في تعاون ما بيننا وما بين التحالف الوطني لأنه هو كمظلة خاصة بمؤسسات المجتمع المدني بتهتم قوي هي كمان بتوصيل الخدمة بالشكل المناسب وبالطريقة المناسبة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين في أنحاء الجمهورية الناس ابتدت تعرفنا وابتدوا يتواصلوا معنا مباشر عن طريق الخط بتاعنا الطبيعي فيه اتصالات عن طريق البتج بتاع المؤسسة فيه اتصالات عن طريق جهات مختلفة زي مسجد كنيسة بيتواصلوا معنا فيه التحالف فيه جهات كتير جدا بتتواصل معنا احنا بنيجي بنزبط الحاجات وبعد كده بنرسها وبعد كده بنستنى الأطفال لما بيجوا وبنفضل نوريهم اللفس وكده هم بيختاروا حاسة ما بيختاروا بياخدوا الحاجة وبيلعبوا من الديهم حاجة حلوة وبعد كده بيمشوا حاجة حلوة حاجة كويسة يعني احنا ما جبناش لفسه لقينا اللفس جلنا لحد عندنا شكرين لكم عمل مستمر لأعضاء التحالف الوطنية للعمل الأهلية التنموية وذلك في إطار حرصها على مواصلة مسيرتها الخيرية على قدم وصاق لخدمة الأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء الجمهورية